بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فايسل سالم الهيشري سنواسل شرح مقرر كيميو عضياء واحد وسنمر إلى الجزء الثاني حيث سنواسل شرح أهم الطرق لتحذير الالكنات ونمر إلى الطريقة الثالثة المتمثلة في تفاعل فورتوز ويتلخص هذا التفاعل بتفاعل معدن السوديوم مع هليد الالكيل ونتحصل على الالكان بنفس مبدأ تفاعل جرينيارد مثال هذا التفاعل بين جزء كلورو إثاين إذن جزء أين كلورو إثاين مع عنصرين السوديوم نتحصل على البيوتاين مع 2 NaCl إذن سنقوم بشرح هذا التفاعل حيث سنلاحظ أن السوديوم هنا سيلعب إذن دور العامل اختزال حيث سيعطي إلكترونات إلى هليد الالكيل إذن السوديوم هنا سيعطي له القدرة على أن يعطي إلكترون فقط إذن خلال هذه العملية سيتم إذن كسر الرابط بين الكاربون والكلور وبالتالي نتحصل على رابطة بين السوديوم والكاربون من ناحية ورابطة بين الـ NaCl من ناحية ثانية إذن الرابطة بين السوديوم والكاربون هي رابطة كما تلاحظون هي رابطة قطبية نتيجة للفرق في الكهروساليبية بين الكاربون والسوديوم كما تعلمون فالكهروساليبية الكاربون أعلى من كهروساليبية السوديوم فالسوديوم يوجد في العمود الأول من الجدول الدوري ويتميز بكهروساليبية منخفضة وبالتالي نتحصل إذن على شحنة جزئية سالبة في اتجاه الكاربون وبالتالي إذن الكاربون هنا تعتبر إذن نيوكليوفيل نيوكليوفيل لاحتوائه على الكثافة الإلكترونية المتمثلة في الشحنة الجزئية السالبة وبالتالي إذن النيوكليوفيل له قدرة هنا هجومية سيهاجم إذن الإلكتروفيل الإلكتروفيل كما سبق وشرحنا في الفيديو السابق هي الجزئيات التي تحتوي على شحنة موجبة حقيقية أو شحنة جزئية موجبة كما هو الحال هنا في الكلورو إثاين إذن هذا الكاربون كما تلاحظون يحتوي على شحنة جزئية موجبة نتيجة لهذه الرابطة القطبية ووجود الكاربون في رابطة مع الكلور الذي يتميز بكهروساليبية عالية وبالتالي إذن هذا الكاربون يسمى إلكتروفيل إلكتروفيل إذن من خلال هذا التفاعل سيتم إذن استبدال الرابطة بين الكاربون والكلور برابطة إذن رابطة بين الكاربون والكلور هذه الرابطة سيتم استبدالها برابطة بين الكاربون والكاربون من خلال هذا الهجوم النيوكليوفيلي ونتحصل بالتالي على البيوتين كما هو أمر هنا في نهاية التفاعل ونتحصل بالتالي على 2 NaCl إذن نمر إلى الطريقة الرابعة والأخيرة لاختزال هاردة الألكيل باستعمال الزنك للحصول في نهاية الأمر على الألكان كما هو إذن في التفاعل التالي حيث سيتم خلال هذا التفاعل استبدال الهالوجين بهيدروجين إذن الهالوجين يستبدل هنا بهيدروجين كما هو في التفاعل العام التالي ففي المرحلة الأولى من التفاعل سنعتمد على نفس مبدأ التفاعلات السابقة حيث سيقوم في لز الزنك هنا بإعطاء إلكترونات إلى هالوجين خليد الألكيل كما هو في التفاعل التالي ونتحصل في نهاية الأمر على الألكان وزد آن أكس أثنين إذن سنأخذ مثال هنا الكلورو إيثاين مع الزنك مع حمض الكلور مثلاً أيتش سي آل هنا نتحصل إذن على يعني أيتش سي آل ممكن أيتش سي آل إذن نتحصل هنا على الإيثاين وزد آن أكس أثنين زد آن أو سي آل أثنين إذن وهذا التفاعل يتم في المذيب المتمثل هنا في الإيثر إذن سنقوم بشرح إذن التفاعل خلال عملية التفاعل كما قلنا هنا فالزنك إذن سيلعب دور عام الاختزال حيث سيعطي إذن إلكترونين إلكترون إلى الكاربون كما تلاحظون هنا وإلكترون إلى الكلور وبالتالي إذن سيؤدي إلى كسر هذه الرابطة وقيام روابط جديدة بين الزد آن سي آل كما هو الأمر هنا وظهور كذلك رابط بين الزد آن كاربون كما هو الأمر هنا بدين الزد آن والكاربون هنا هذه الرابطة إذن الزنك كذلك لو ذهبنا إلى الجدول الدوري سنجد إذن أن الزنك له كهروساليبية منخفضة وبالتالي إذن الرابطة بين الكاربون والزنك هي رابطة قتبية كما يظهر هنا إذن وبالتالي إذن الكاربون له كهروساليبية أكبر من الزنك فبالتالي إذن سنلاحظ أن الشحنة الجزئية السالبة ستوجد على جانب الكاربون والشحنة الجزئية الموجبة توجد على جانب الزنك وبالتالي إذن الكاربون سيلعب إذن دور النيكليوفيل لاحتوائه على الشحنة الجزئية السالبة إذن نيكليوفيل هذا النيكليوفيل إذن سيهاجم الإلكتروفيل المتمثل هنا في البروتون المرتبط مع الكلور وكما نعلم فالبروتون له إذن أو الهيدروجين هنا له كهروساليبية منخفضة مقارنة بكلور وبالتالي إذن الهيدروجين له شحنة جزئية موجبة وبالتالي إذن هجوم النيكليوفيل على الإلكتروفيل هنا الإلكتروفيل المتمثل إذن في الهيدروجين ونتحصل بالتالي بالرابطة بين الكاربون وهيدروجين كما الأمر هنا وبالتالي تنكسر إذن هذه الرابطة بين الكاربون والزينك وكذلك الرابطة بين الهيدروجين والكلور وبالتالي إذن يتم الحصول على الزد آن سآل اثنين ترجمة نانسي قنقر